اشتركوا في القناة الموضوع ازاي يعني بسم الله الرحيم انا كنت شايف ان رحيل موسيماني كان مسألة وقت مش عشان هو فنيا مش مناسب لا بالعكس يعني فنيا حقق حتى مع النادي الاهلي نجحت بصراحة سيتذكرها التاريخ انه اثنين دوري ابطال واربعض اثنين سبر افريقيا واربعض اثنين تالت عالم الاندية واربعض كل دي انجازات بصراحة بتحسب ليه بعيد طبعا على الانجازات المحلية ودايما هو في المباريات الكبرى كان يبقى عنده توفيق عالي يعني او بيجد التعامل معه منها طبعا مباريات الدرب الدرب المصري من الاهل والزمالك بيجد التعامل مع الامور دي لكن هو اللي بقوله انه هو كان مسألة وقت لانه هو تصريحاته لا تتناسب ابدا مع قيمة النادي الاهلي يعني هو يبدو انه هو مش عارف او عارف بس ما عرش ايه اللي في دماغه يعني انه هو دايما تصريحاته بتبقى مش موفقة يعني لو حضراك اتلاحز الفترة الاخيرة قبل كده دايما يطلع بتصريحات انا مش عارف مطلوب مني الفوز على طول طبعا ده طبيعي ده صريحات أصل لا تديني الاهلي ده بالعكس تديني الاهلي مكانته الطبيعية انه دايما فريق كبير دايما يبحث عن الفوز التعادل عنده خسارة خسارة بطولة بعد مثلا لو خدت عشر بطولات لو دخلت عشر بطولات وكسرت واحدة كارسة بالنسبة لله الاهلي ده طبيعي في النادي الاهلي بالنسبة اقول لك الضغوط دايما عالية من الجمهور ده طبيعي جدا الناس مش عارضية ده بيفسر قيمة النادي الاهلي يعني انت واضح انت هو عشان كده ده النادي الاهلي بالضبط ما هو انت الناس يقول لك ايه حتى ما ترى التغريدات بتاع الأخوة مثلا الجمهور من المنطقة العربية كلها خليج وحتى الشمال الأفريقي يقول لك غريب الاهلي يعني في متصدر الدوري أو عنده مباريات مؤجلة لو فاز بها يتصدر في بطولة افريقا وصل نهاية ثلاث مرة على التوالي واخد بطولات وكذا وكذا ومع ذلك الجمهور مش عارضية ما ده طبيعي لانه دائما يبحث عن الأفضل مش موضوع خد بطولة وخلاص بقى يعني ده مش النادي الاهلي يعني فهو في تصراحاته كانت غير موفقة يعني هو فنيا عاز اقول حركة وده اللي عامله برضا محسن لما تيجي نتكلم ويمكن تكلمت في الانترو هو مجلس ادارة النادي الاهلي كان دايما سبورت بالنواحة الفنية ونجيب لك لابن العصور زي ما بيقوله من النواحة الفنية لكن على مستوى انك تخرج بره اطار النادي الاهلي يعني ما بينك حسيني النادي الاهلي بقيمه والمبادئ والاسلوب اللي ماشي عليه سنوات السنين لازم كان لازم يتكلم معاه في النقطة دي بالذات بالزبط يعني حركة قلت مجلس الادارة كان سبورت لا ده مجلس الادارة راهن عليه يعني كابتر محمود الخطيب تحديدا بعيد حتى مجلس الادارة هو راهن عليه لان اللي اختاره محمود الخطيب لعب الكرة وليس محمود الخطيب رئيس النادي لكن ما نختار موسيماني في التوقيت قبل مباراة نصف النهائي دور عبطال افريقيا عشرين عشرين وكان ساعتها الاجواء شوية يعني مع كورونا بقى ومش عارفين ايه لا يحصل والمباراة اجلت اللي هو كان الاهلي اللاعب الوداد وكان زمالك لعب وقتها ووفق يعني الاهلي راهن عليه انه هو جاب مدرب من افريقيا ما بتحصلش كتير في الاندية المصرية يمكن الشيء بالشيء يسكر مدرب نهد بركان فلوران ابنجي اللي هو كان مدرب فيتا كلاب كنغولي لما جابوه مدرب بركان كتب في الصحافة المغربية على طريقة الاهل المصري بركان يستعين بفلوران ابنجي بقت وما زالت على فكرة طبعا الصحافة المغربية بعيد عن الازمة طبعا بتاعت الاهل والوداد او مباراة النهائي ملعب النهائي لكن دايما كانوا يتحصروا انه مسلمين راح منهم ان هو كان طول الوقت بيخاطب المغربة يعني ممكن يدرب الرجاء ممكن يدرب الوداد حتى لو مش النادين الكبار ممكن النادئة وسط لكن الاهلي لقط الخط وخطفوا لان اقدرت الاهلي كذا وكانوا عندي المكرات محتفظ بها بالمناسبة لان دي كان نقطة نجاح للكابتال محمود الخطيب لكن هو طبيعي طبعا لما بتيجي النادى الاهلي اسمك بيكبر فبتنور في ناحية الخليج في اي حتة تانية بيسعرك بيعلى ده طبيعي مش عايزة كلام يعني خصوصا ان انت حققت نجاحات مش في الدور المصر ده انت تحديدا مع النادى الاهلي على المصطوى الافريكي واسمك كبر وعلو وحقك ما فيش اي مشاكل لكن انت هنا ما خدتش بالك من قيمة النادى الاهلي ولغاية اخر لحظة برضو محسن ان النادى الاهلي بالاجتماع دوت اللي هو حط الخطوط العريضة ولكن في نهاية الاجتماع انت مستمر كل الصلاحات الفينية ليه واحنا سبورت لك لاخر لاخر مرحلة النادى الاهلي لما بيه ماشي بقى الموضوع انتهى يعني واضح انه هو ايه يعني اللي واضح كمان للناس انه هو التصريحات بتاعته لا يا عم انت بتدرب النادى الاهلي مينفعش تقول التصريحات دي مش موجودة في الاهلي تحديدا يعني انت تطلع تخبط او تقول حاجات مينفعش تقولها تصريحات طول الوقت طبعا ده مش سياسة النادى الاهلي انه مثلا يتأخر في العودة انه ما حضرش التدريب حتى لو كانت مباراة دور الـ 32 في كاس مصر مباراة المنافس فيها مش مخيف او مش منافس قوي لو مباراة المصري بالسلوم يعني الاهل المصري بالسلوم مع احترامنا طبعا ليه لكن في النهاية انت في منظومة انت تتبع منظومة النادى الاهلي ما فيهش الكلام ده كله انت لما يكون بره انت موجود بره لانك مدرب النادى الاهلي يعني دي قيمة برضو يعني واضح ان هو ما خدش بالهم الحتة دي يعني ده من الاندية كبيرة يعني الشاب الشاي اسخر لما تجي نتكلم مثلا يعني مش هروح بعيد من بابي مثلا الناس كلها بتقول انه فققت كتير جدا رغم ان هو مثلا مال للمال مثلا يعني راح للمال فاختار باريس انجربان اكيد فريق كبير ما فيش كلام لكن فيه فريق تاني يعني لا يقرم بأحد اللي هو ريال مدريد فانت خسرت ريال مدريد الناس كلها بتتكلم انه خسرت ريال مدريد التاريخ طبعا التاريخ بيكسب في الاخر يعني التاريخ بيكسب وعندنا نمازج في الدور المصري في اندية طلعت وفي النهاية ما فيش حاجة يعني يعني فيه لعبة حتى راحت الاندية وخسرت لانها بتخسر التاريخ لان انت موجود انت بتعمل تاريخ بتعمل تاريخ الاندية كبيرة كده الاهل الزمالك الاندية الرجاء الوداد الترجم دي الاندية كبيرة ما فيش تقرم بحد ريال مدريد ده على المستوى العالمي هو الجالبية واسعة لي شوية بالمعنى البلدي. النادي الأهلي. فهو واضح أنه في الآخر يعني مش معلش فأقلم مع ذلك. دايماً يعني كل يوم بيثبت النادي الأهلي هو صانع صانع النجوم. سواء هذا النجم إذا كان لعب كورة أو وصانع المدربين. بالضبط أي واحد خرج من تحت النادي الأهلي. بقى حاجة تانية. يعني بقى حاجة تانية. حتى من هو الجزء أسطورة التدريب في النادي الأهلي. مع كاملة تقدرنا واحترامنا ليه. ما كانش اسم كبير مثلاً في البرتغال قبل ما كتدريبية. يعني قبل ما يجي نادل أهلي عمل طبعاً عشان مدرب زكي. ويعرف يتعامل إذا البرتغالين بالمناسبة هما الأنسب للقرى المصرية بالمناسبة. يعني سواء منتخبات أو أندية. هما بيعرفوا. شخصية وعيبة من شخصيتهم. بيعرفوا بيعرفوا من هنا تقل الكتف. شوف منتخب مصر مع كروش ومنتخب مصر ما بعد كروش. موضوع تاني يعني من القمة للقاعد بكل أمان. لكن خلينا نتكلم بقى على طبعاً لكابتن سامي أمصان. طبعاً مجلس إدارة كل السمي أمصان في المرحلة اللي جاية. شاف المرحلة اللي جاية إزاي؟ نادي الأهلي عنده مباريات كتيرة. عنده مباريات في الدورة مؤجلة. عنده مباراة مع فيرامدس في الكاس. عنده مباراة أمام نادي الزمالك. صحيح. طبعاً يعني كمان أقول لك الجهاز الفني الحالي طبعاً. كابتن سيد عبد الحفيز مدير الجهاز الكورة. سامي أمصان قائم بأعمال المدير الفني. محمد شرف تم تصعيده. وبقى مدرب مع كابتن سامي أمصان. نيشيل يانكون طبعاً مدرب حراس مرمى. محمد النجار مدرب أحمال. وطبعاً عمر رجدي محلل أداء. ده الجهاز تكليف طبعاً كابتن سامي أمصان. بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت. وده طبعاً الجهاز الفني بالكامل. ومنه طبعاً جهاز الإداري. عايز أعرف الفترة اللي جاية أنت شايفها إزاي؟ يعني فترة أكيد فترة صعبة. مش هنقول حاجة مباراة مؤجلة. وإنت مطالب أنك تأخذ الدوري على مستوى الكاس. عندك مباراة مع بيراميدز. على مستوى الدوري عندك مباراة مع نادي الزمالك. شايف الفترة الجاية إزاي؟ خلينا له أحراك فيه جزئين أو جزئتين. ممكن نتكلم فيهم فيما بعد رحيل موسيماني. رقم واحد طالما رحل سوماني على الإدارة أن تعجل بالمدرب الجديد. عشان الوقت لا يسمع طبعاً. وكل ما تجيبه يكون أفضل. كل ما تجيبه بدر يكون أفضل. على المستوى الجمهور أحب أن أطمن الجمهور أنه لا يوجد لقلق تماماً على النادي الزمالي. وأحب أن أذكرهم في سنة 97 غالباً. كان الزمالي كان يضربه راينر هولمن الألماني. وكان عمل نجاحات والأمور ليس كويس. وهبه مرة واحدة هرب لو حركتها تذكر أو ترك مصر ساعتها كان فيه مشكلة ما. مش بالنادي الآلي كان مشكلة عامة. فرحل وكان الأهل مقبل تقريباً على مباراة غزل المحل. المباراة دي لعبة بدون مدرب. يعني الأهل اللعبة بدون مدرب كان طبعاً معاه احترامي طبعاً للجهاز الفني كان أفراد الجهاز الفني المعاون. كان الكابتين أحمد مهر تقريباً وبقيت الأفراد الجهاز طبعاً قادروا المباراة. لكن اللعبة في المباراة دي أبدعوا وكسبوا ممكن 3-0 على ما أتذكر يعني. لأن لعبة الأهل كبيرة والجهاز المعاون الكبير يقدروا ما فيش مشاكل. فمن ناحية دي بطم من جمهار النادي الأهلي. لكن مهم جداً أن أدارة النادي الأهلي تعجل بقدوم المدرب. ليه؟ لأن النهاردة أنت مقبل على مباراة الديربي. المباراة دي كلنا عارفين بسطة نقاطه بطولة لوحدها وأمور كتيرة الفوس فيها. يعني مثلاً إنفاز فيها النادي الأهلي بيبتتعد بالصدارة التي هي صدارة منطقية. طبعاً النادي ليست صدارة لكن فرق المباريات يكسب فيها مع المباراة دي بتبعد المنفس. لكن لو العكس حصل مثلاً في زمالك والكسب بتدع آمل المنافس بتاعك. فبالنسبة للنادي الأهلي نحن ب시다نا نتكلم عن نادي الأهلي طبعاً. إن المهم إدارة النادي الأهلي تعجل بوجود المدرب حتى لو ما مسيكش مباراة الزمالك. لكن مجرد وجود مدرب وهيتابع المبارضة حتى المدرجات بيخلي اللعيبة تبقى أقوى يعني تبقى تلعب بشكل حفز أعلى شوية لأن طبعا في مدرب جديد فإذا كان بقى اللعب فيهم مش موفق مع موسيماني فعايز يبقى حزوزه أكتر مع المدرب الثاني وهكذا فعلى الإدارة أن تعجل المدرب وبطمن جماهيرنا ده اللي ما أعتقدش هيبقى في مشكلة فنية لحد طبعا ما يجي المدرب الجديد الله بإذن الله كل التوفيق أولا لكابتن سامي أمصان أدهه أدود وكابتن سامي أمصان جوه المطبخ وعارف كويس أو اللعيبة وعارف إنترنياتها فكل التوفيق لكابتن سامي أمصان في الفترة اللي جاية وجهازه معاون كابتن محمد شرف هو باقي الجهاز الفني والإداري خلينا نطلع لفاصل بعد الفاصل هرجع لمحسن ونتكلم بقى على منتقب مصر وما يعني مستنين من مباراة كوريا الجنوبية بعد الفاصل شكرا